من هنا مر إعصار نرجس لم يحمل معه رائحة النرجس لأهالي مينمار بل حمل معه الدمار وترك وراءه ألاف القتل ومئات الآلاف من المشردين بل قد تصل الأعداد بحسب المنظمات العالمية إلى أكثر من مليون شخص إنها كارثة إنسانية بامتياز جثث تحللت ولم تتمكن أياد الأحياء من إيصالها إلى مثواها الأخير المساعدات العاجلة من ماء صالح للشرب ودواء ومواد غذائية هي أكثر المساعدات المطلوبة ولا شد الحاحن لكن الإجراءات البيروقراطية لا تزال تعطل وصولها إلى المحتاجين إن أي تأخير في الحصول على تأشيرات سيكون ثمنه باهظا إن وضع المواطنين في مينمار متأزم للغاية ما يؤكد أهمية أن نقوم بشكل سريع بإيصال المساعدات للمنكوبين وبخاصة في الأيام الأولى من الأعصار منظمات الإغاثة العالمية التي أعلنت حالة تأهب القصوى لا تزال تنتظر السماح لها بدخول مينمار لمساعدة الناجين كما طالب اتحاد منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر العالمي بمنح مينمار مساعدات تقدر بستة ملايين دولار لمواجهة الكارثة ورغم تدفق المساعدات المالية والإنسانية من كافة أنحاء العالم إلا أن القليل منها فقط وصل إلى المنكوبين فيما ينظر الخبراء بحدوث كارثة إذا لم يتم السماح لجهود الإغاثة بأن تكون مباشرة المهجرون وجدوا أنفسهم بين أعصار لم يرحم ضعفهم وسياسة داخلية وخارجية تلعب بأرواحهم واقواتهم ما هو مطلوب الآن هو أن تسمح حكومة مينمار المجتمع الدولي بأن يساعد شعبها يجب أن يكون أمرا بسيطا إنه ليس أمرا سياسيا من كوبينرجس وفي خضم ما يعيشونه من مآسي لا تهمهم السياسة الداخلية ولا التجاذبات الخارجية إنهم يبحثون عن لقمة عيش تسد رمقهم وتبعد عنهم شبح الجوع الذي ألم بهم الناس هنا في مجاعة لقد سمعت أنهم يقومون بتوزيع الأرز هنا فجئت إلا أنني لم أجد شيئا هناك أعداد كبيرة من القتلى كل بيوتنا هدمت ولم نعد نملك أي شيء وإلى أن يتحرك المجلس العسكري ويسمح بدخول منظمات الإغاثة أو يرغم على السماح لها بدخول أراضيه كما يطالب وزير الخارجية الفرنسي بيرنر كوشنر يبقى الوضع في ميانمار خطيرا ومهددا بمزيد من القتلى وارتفاع لعدد النازحين والمشردين رياض مصطفى روسي اليوم